لازم تبقى عارف إنه فيه الحلو وفيه البشع وفيه البشع اللي عامل حاله حلو لذلك ارحم قلبك وحب نفسك شوي وحاجة لومة ولا تنظر للعالم نظرة مثالية رب العالمين مثل ما خلق الملائكة خلق الشياطين لذلك ما دمت بتعرف حالك شو أنت لا تتأثر كان في أبيات شعر رائعة تقول تركت ظنون الناس عني ورأيهم فقد كان يكثيمي صحيح ظنوني وأعرف في نفسي الذي يجهلونه وأفهم ذاتي في جميع شؤوني ولا أراقب التقدير في عيني ناقصا ما دام قدري كاملا في عيوني إذا تأثرت ومعت تتحمل وبدك تبكي إبكي دموع رحمي وخل قاعدتك بهالحياة مع كل كرب ومع كل امتحان قوله تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راهبون ربي يسعد لي كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم صبايا بفيديو جديد وروتين جديد الروتين اليوم مسائي جحست معكم التشيز كيك بناء على طلب كونياج وهي ننزلنا بقى التشيز كيك جاهز وراء وقلم هون عبعطيكم المقادير بالبداية عندي نشا لازم تقريبا أخذ 3 معالق كبار من النشا عندي سكر بودرة تقريبا رح أخذ 5 معالق كبار عندي الجبنة الكريمية أنا بحاجة لعلبتين كل علبة 200 جرام عندي كمان الكريمة السائلة أو نحن منقل للشلاك زاني كمان أنا بحاجة لعلبتين فانيليا مشان النكهة ومشان تلريحة الزنخة بالنسبة للزبدة أنا بحاجة تقريبا 150 جرام بحاجة للبوتا كيكسي أو البسكويت السادة نحن كنا بسوريا نسمي البسكويت السادة كمان أنا بحاجة لشوكولات فريز لزينة صراحة أنا بحاجة كمان لتلت بيضات بس ما كان موجودة عندي غير هالقطعتين فصراحة حطيت أنا قطعتين والنتيجة طبعا اللي حصلت عليها هي نفسها بس الأفضل طبعا أنكم تحطوا أنتو 3 قطعة من البيض بلشنا هون نطحن البسكويت على المكسر الخلاط اللي للكوكتيل ما موجود عندك لا مكسر ولا خلاط فيكن تحطوهن بكيس بلاستيك وبالشوبك هيك تدقوهن طبع العجين يعني هذا مسمي شوبك وبتحصلوا على نفس النتيجة صبايا سألتوني عن الطحاني أنا أخذتها من الأكشن مثل ما فرجتكم بالفيديو الماضي في صبايا سألوني منين أخذت تياجه هنا والله صراحة نسيت أنا أذكركم منين بس من الأكشن يعني أخذت المكسر والطحاني هلأ هون عندي الزبدة رح أسيح تقريبا 100 جرام أو أكتر شوي معلش يعني 100-150 جرام كمان بيصير بتتماسك الزبدة يعني مع البسكويت أكتر وبتطلع على شكل قالب أخذت هاد القالب الموجود عندي بدل ما أدهن الزبدة رح أحط عليه ورقة خبز أو قرقة زبدة نحن من قلة حطتها يكبت طريقة وسكرت القالب وبعدين تريدوا تقصوها يعني بطلع شكل أفضل فقصيتها بالمقص ليش تأخرت عليكم بوصفة التجيز كيك سبحان الله من بعد رمضان يعني كنت ناوية عن جد أني أنا أزدلة وعم بستنى بقى بنتي هيك لترو كان عندها براكتيكم والوقت ما خلصت كان دايما عم تطلع من الصبح ما عم ترجع لستة المسافة عم ترجع عن جد فارطة فهيك مجرد ما خلصت البركتيكم ورتاحت اشتريت الغراض أنا وعلى اليوم وبكرة اليوم وبكرة لوقت ما هيك الحمد لله ناوية قلت لي خلص أنا اليوم فاضية معني أنا هون عن جد كنت ميت ميت من نعصي طلعت بدي أنا قلت لي لماذا كنت تعملي تجيز كيك قلت لأ بعمله فانزلنا جهزنا هيك مع بعضنا تقريبا هون كانت الساعة الصبعية يعني عشرة ونص لوقت ما خلصته وخبسته يعني تقريبا على إدعش ونص نعش بالليلة انتهت فهوني حطينا الزبدة فوق البسكويت وعم نحرقون هيك بشكل كويس وخدوا على ضحك أنا بقال لي مات حركي هيك وعملي هيك وما حلو هيك التصوير وهي عم تقلي خلص ماما يعني خلص مهم النتيجة وبالفعل يعني مهم النتيجة فأنا بقى سبحان الله موقتي بالعمل وهيك عم بقال لي حركي كويس خلطي كويس عم تقلي أنا بعرف أشتغل فمقضينا شوي ضحك وشوي قتيل بعد ما حطت هوني البسكويت والزبنة في القالب بلشت هيك تضغطهم في الكاسة يعني أو بأي شي عندكم يا أنا هوني فزع صبي قلت لي رجعي لأشوف عطيني أنا أدقاء أصبتهم هيك يعني قلت مشان يعني يطلعوا على شكل قالب معنية سبحان الله الفيديو الماضي لما صورت لكم تشيز كيك برمضان فهي كله عملته بس أنا هلأ مو أنا عم بصور فصرت أتبتك يعني على رجعي وهي مي هيك وهي هيك فهون هيك صبتوا وصار جاهز رح ندخلوا على الفرن طبعا بالفرن حمد الفرن تقريبا على درجة حرارة هي بدى 125 أنا حطيته يعني تقريبا على 130 ودخلته على الفرن تقريبا لمدة ربع ساعة هون حطيت على البتان الجبنة وهي حطت على البتان الجبنة حطينا علبة واحدة من الشلاق زانة حطينا ظرف الفانيليا ومتل ما ذكرت لكم هون حطينا خمس معالق كبيرة من السكر البودرة أو فيه هون تحطوا تقريبا نص كاسي يعني هنا بطلعوا بالتقدير يعني بس هي عم تشتغل بالمعالق كمان حطينا ثلاث معالق أنا شاية قطلة يعني كل عشر جرامات بطلعوا معالقة فهون عم نتقاتل بدا تحط ثلاث معالق ونص حصرا فعفتة تحط متل ما بدا حطينا كمان البيض نزلناه وبعدين بلشنا نخفق هيك المكونات كلا ياتا مع بعضا شايفين لازم كلها يتجانسوا وكل ما بتخفقوا المكونات مع بعضهم أكتر بيتقل عندكم المزيج ما لازم يكون المزيج صبايا هيك يعني مائل للسائلة لازم يكون كريمي شايفين شلون لأني مو حطينا الشلاقزانة أو الكريمة السائلة فهي اللي بتعطي هاد القوام كل ما خلطوا أكتر بيتقل عندكم المزيج أكتر هلا هون لازم يعني تبددو هيك بشكل كويس وتعملوا هاي الحركة حسرا يعني عم بقل لحاج أنا قتلي بديكم كل ياتوا هيك على الساوي حطينا طنجرة مي بالفرن من تحت وحطيناه على الرف الوسط وشغلنا الفرن على درجة حرارة 150 وعندك تحطوه لمدة ساعة متل ما قتلكون احنا كنا عم نشتغل بالعاشرة ونص أنا لوقت ما خلصنا خبزه تقريبا صارت الساعة عن جدق 11 ونص على 12 أنا تقريبا اللي خلصت هي هون بنتي خلصت يعني علمتني إيش أعمل لأني ناسة تطلعت نام الثلاثة أنا بكمل فحطينا هون الشوكولات بصحن ورح أحط لها الشلاكزان أنا هون تستهلكت تقريبا كمان أربع علبة من الشوكولات وحطيت علبة من الكريمة السائلة ورح أدوبهم مع بعضهم طبعا بسخنهم شوي بالميكرويف لمدة يعني تقريبا 30 ثانية مو أكتر شايفين الأربع علبة صباية أنا استهلكتون وكل ما بدكم يكون متجانس أكتر أو الشوكولات على الوشيك تقيلة وحلوة وما تقبع معكم أو تسيح لازم تلتزموا بالمقادير إذا قللتوا الشوكولات فرح تسيح معكم وقت التقطيع ما رح تحصلوا عن جد على نتيجة حلوة أول ما تبلشوا هيك بتخلطوهم بتحسبو أني القوام يعني مثل ما قلت لكم ما إلا السائل على الخلط الخلط الشوكولات بتسيح والشلاك زاني بتتقل وبتحصلوا على لون أغمى ونتيجة أفضل يعني وهلأ هون أنا رح أنتظر ليطلع الجيز كيك من الخبز وبعدين رح أكسكوب فوقه هذا السائل وأدخله على البراد لازم يبقى يعني أقل شي 12 ساعة فلهذا السبب يعني متل ما قلت لكم أنا جاهزته في الليل وحطيته في البراد في الثاني يوم الصباح فكان يعني أموره طبام كل ما بتعجفوه أكتر صراحة كل ما بتتجانس القطع يعني القطعة الجيز كيك أكتر شايفين هيك عطا حواف القالب يعني هيك لون شوي غامق حتى هي الطبقة اللي حطيناها متل ما تبهتوا كانت لونها أبيض صار لون هيك مايل شوي للصفار طالعت أنا صراحة مباشرة ما استنيت لأني لقت متأخر فيكن تستنوا أنتوا لا تبرد عندكم يعني لا يبرد القالب وبعدين تحطوا الشوكولات أنا ما استنيت حطيت مباشرة الشوكولات ودخلتوا على البرات ورحت على النوم عند جدا هون بقى بس بنتي كان أنام لأني متل ما بتعرفوا لازم نفيه تاني يوم على الستة الصبح ويكون هيك يعني منشاطين من شاء نجهز أمور لولاد وهيك نبعتهم على المدرسة هلأ هون تاني يوم عن جد بتحسوا الوقت يعني عم نحارب ومحاربة يعني هون بنشتغل ويلا عيننا على الساعة يارب نلحق يارب نأنجز يارب ما يطلع عنا هيك عسارات بالطريقة تأخرنا عن المدرسة عن جد مثلي مثلكون بصير صراعات صباحية بصير مشاكل صباحية يعني عن جد بقول أنا بس الله يمضي هل هيك هالنص ساعة أو هالساعة على خير منشان الولاد موصلن على المدرسة من دون مشاكل يعني شون من دون مشاكل يعني هن المشاكل مع بعضهم عرفتوه خاصة للتنين الصغار سبحان الله بفيقوا ما بتعرفوا يعني هن بفيقوا مطسوطين بفيقوا معكرين مهم بدون يفيقوا بتقاتلوا على أدفع الأسباب على هاي الشغلة لقلي على هاي أخدها مني بيفتحوا علبهم لأكل بدون يشوفوا وش حطيت النون بيتطلعوا بيقارنوا ليش حطيتي أكتر وليش حطيتي أقل طبعا أنا لكل ولد بحطله حسب كميته يعني طبعا عب بحكي على الولاد الصغار فهيك سبحان الله يعني بيبقى فيه شغلات أو مثلا ما بيعجب أشعر بنتي لصغيرة أو ابني ما بدي يلبس هذا اللبسكين يعني وماسكين حالنا وماسكين أعصابنا وهي بتقلي ما بحبني أخوي وهو بقول لا بقت تحكي معي ونحاول قدر الإمكان هاي عن جد هاي الساعة أمشي على خير وأبديون على المدرسة إني ما يكونوا زعلانين أو ما يكونوا مزعوجين لأني من فترة هيك اكتشفت أهل ابني الصغير عم بيجي بقلي ماما نحن اليوم رسمت الغيمة عم تنزل مطر قلت له إينا غيمة وإيش قصة هاي الغيمة يعني إني غريب يعنيش عم بيقلي لغيمةuna تنزل مطر قلت له كل لياتنا كل الولد لازم كل يوم مثلا أو كني بحصة معينة أو بيوم معين لازم يرسمه غيوم بستجبولولد وبيخله يعبر عن مشاعره وبيخله يعني أنا بحسوا هذا مثل استدراج بالحكي عرفتوا؟ يعني نحن ما منجي نسأل هيك الولد مباشرة منخليه يرسم ويحكي مشاعره من خلال الرسم وطبعا نحن منسأله ليش أنت زعلان أو إيش الشي اللي مزعلك أو ليش اليوم الغيوم عندك عم تنزل المطر فدعم هيك بقول الله يستر يعني فلذلك بحب أود ديونه على المدرسة من دون ما يكون عن جد أني مثلا في شيء زعل أو شيء يعني مخليهم مزعوجين فهون هاي الفقرة كمان أنتوا كتير طلبتوا مني صبايا أني يا جهينا عن جد فقرة الفطور كتير حبينها من شان هيك نتشارك الأفكار صراحة أنا نفسي ما عندي أفكار للفطور يعني الفطور لولاد سبحان الله بتحسيه دائما هو هو بحب كتير أغير لهم شكل أو مثلا أعمل لهم الفطور هيك يعني يقبلوا أكتر بس سبحان الله ما في يعني هون بألمانيا ما في غير الصمنة مع الجبنة وتحطو له هيك شوية زبدة من شان يعني ما تغصص يعني نحنا ما نقول تنبلع معاهم هيك شوية تخس عفوا لمو جزار الخيار وبقطع لهم فواكه طبعا حسب الفواكه الموجودة عندي بحط لهم اليوم كان عندي موجود مش مش حطيت لهم تفاح ما بيحسنوا بلا يعني فدائما بحط لهم تفاح وخاصة بنتي تصغيرة لازم كل يوم يكون فيه تفاح بوجبة الفطور طبعا شي حلو ما بيصير نحط لهم بس ولكن أحيانا بيقلي ابني ماما مسموح مرة بالاسبوع أنك تحطي لنا شي يعني حلو فأحيانا بحط لهم مثلا دهنة مربة اليوم حطيت لهم كاكاو مع قطعة هي مفنة صغيرة طبعا هاد الكاكاو صبايا ما دائما بشتري لهم يا لأني هو غالبا ما بيكون بالبرادات بيكون هيك يعني على رفوف فتسعين بالمئة مو صحي عرفتو بس يعني منجيب منشان إذا شافوا رفقاتهم عم ياكلوا ما يشتهوا هون خلصت ضبضبت كمان إذا انتبهتوا حطيت لهم جبنة موزرلا مع قطعة خيارة وقطعة بنادورا غيرت لهم شكل وهيك تقريبا كنا خالصين ودينا هنا على المدرسة بسلام وأمانة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقلكن على كم شغلي الفيديو الماضي اللي نزلته في كتير صبايا سألوني اني يا جواينا ليش هيك العنوان وما حكيتي ضمن الفيديو عن العنوان الموجود يعني طبعا أنا العنوان كنتي كاتبة على انك انتي انساني لقيمة اصدن انا وغيراني من نجاح غيري اصدن انا وعيني برزقت غيري اصدن انا وقال المحبة من الله يعني شوفي انتي الناس اللي انشهرت ليش عم تنشهر وليش انتي ما عم تنشهري وقالولي كمان حتة صفرة بعشرين مليون ولسا عبدك نجي ندعمك وعم تبهد لي متابعينك قال انا عم ببهد لكم وعم بعيت قال من شان انتو تعطوني لايكات صراحة يعني اللي اعطتني الله يسلم ايده ولي كتبت لي هالتعليقات ولي دعت علي كمان عرفت شلون ان شاء الله لك يعني اضعاف اللي اعطتيني اياه لدعوة اللي اعطتيني اياها لك اضعافة اندعتي لي الله يعطيني العافية الله يرزقني لك الاضعاف واندعتي علي عرفتي كمان لك اضعاف اللي انت بدك ياه لاني انا فعليا لا لي زي عشتك ولا لي مؤسر عليك ولا لي عملتلك شي انا كل ما هنالك على انتي بطرانة على انتي ليش بطرانة انا عم بشتغل انا عم بتعب فانا عم بحصل انا لا تواغزوني بهالكلمة مالي ايادة بس عم برائب العالم وبرائب صفرون وهي اللي بتقلي بحق اللحم روح اشتري ماكين تكبلش حبيبة قلبي انا قلتلك ماما يحق ماكين تكبه انا اشتكيتلك شي يعني عن جد احيانا بتشوفي ناس عم بيعلقوا بدرجة من التفاهر عرفتيوا فانا يعني طبعا ببلك هيك اشخاص وما بعطيوهم حيز من الفيديو بس لاني في كتير صوايا سألوني جوهاين يعني ما فهمنا عنوان الفيديو طبعا انا ردتلا ببداية الفيديو متل ما رح ارد دائما ببداية الفيديو بمقاطع صغيرة عرفت شلون بس اني انا اقعد واعطيكي حيز او اعطيكي وقت من مساحتي ومنطقتي لا يعني كتير كتير غلطانة عرفت شلون فبس والله هيك حبيت اسمعكن يعني هيك شوي شوي تعليقات بتزد البدن تعلمي السابقات تعلمي السابقات اشتركوا في القناة هلا هون صبايا طالعت لكم بنهاية الفيديو الـ Cheesecake وهي النتيجة اللي حصلنا عليها طبعا أول ما بتفتحوا لازم يكشوي تحرروا بسكينة يعني ما يحد كتير أنا بقلها هي سكينة النوتلة يعني السكينة العادية حررت هيك الأطراف وطالعته للقالب شايفين قطع واحدة متماسكة عن جد كتير كتير يعني لذيذ وطعمته طيبة والمقادير ناجحة ومضمونة وعن جد الله يسلم ايديها هزينة أنا صراحة مثل ما قلت لكم أنا ما بطلع معي هيك وصفات يعني سبحان الله مثل ما قلت لكم بطلع معي الوصفات اللي أنا متعودة أعملها هدول الأكلات أنا ما لي متعودة أعملن بس هي عن جد لما بتعملن بتأبدع فين يعني أصلا منيح مننا يعني عرفته فهاي هي الطريقة وشوفوها القطعش دون متماسكة عن جد ببيض الوش يعني أحلى الشي انكم انتم تكونوا حطين ومتكلفين ومشترين المقادير ومسلا وعملتوا الطريقة ونجحت معكن أسوأ شي عن جد أنا بشوفوا انكم انتم تعملوا الشغلة وتتكلفوا وتلاقوا يعني تخيلوا أنا عندي عيد ميلاد أو عندي حفلة أو عندي صبحية وآيما عملت شيز كيك ومغلبي حالي أجي مثلا تاني يوم بدي أسك بالضيوفي ألاقي مثلا موم متماسك موزي شايفين شي عن جد ببيض الوش وهي النتيجة اللي حصلنا عليها طبعا صبايا الطريقة رح أنزلكم ياها على قناة حلب الأصيل وما دأزعل منكن بس عن جد صبايا تيك توك عم بيشتغلوا معي أكتر منكن شدوا لي الهمة ولهون تقريبا كمان بيكون انتهى الفيديو لليوم معملت معكم فنجان قهوة لأني كنت صايمة ست يام البيت شفتوا عم بلحق يعني آخر أيام شوال فلهاد السبب ما عملت معكم فنجان قهوة لهون بيكون تاه الفيديو لليوم بتشكركم لكل قلبي للمتابعة ما تنسوني من دعمكم لايك وتعليقات طبعا أنا ذكرت هاد الشي بنهاية الفيديو مشان الغيراني لأني ما رح تكمل الفيديو للنهاي بس أكيد اللي بتحبني رح تكمله للنهاي ورح تعمل اللي قلت اللي عليه بشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد باي باي